ده موقع قوي جدا يقدر يقول لك ايه الكلمات اللي انت لو استخدمتها في كتابة المقال بتاحتك او في اليوتيوب او التوك توك والحاجات دي جات تقدر تظهر في محركات البحث بشكل افضل يعني خلينا مثلا اقول ان انا بدور على حاجة خاصة بمسلا تغير المناخ تمام واقول له بحث في مصر العربية تمام هيبدأ يجيب لي اهم الكلمات اللي انا لو استخدمتها هزهر بشكل اقوى في محركات البحث ممكن اختار الموضوع مثلا انا هعمل الموضوع بتاع ان تغير المناخ اختار تهدد العالم العربي او تغير المناخ اهداف التنمية المستدامة هو بيقول لي دي الحاجات العالي ده المتواصل ده المتواضع ممكن اقول له انا مش عايز الحاجات العادية انا عايز الحاجات العالي يبقى تعريف المناخ ناس كتيرا بتدور عليها تغيير المناخ لاطفال تغيير المناخ والاحتباس الحراري دي اكتر حاجات لو انا استخدمتها هزهر بشكل قوي في محركات البحث طيب ممكن خليه يكتب لي المقال او ممكن تيجي تقول له هنا كاتب المقالات الزكي او ممكن تقول له كتب المقال يبدأ يعني يكتب لك المحتوى ويستخدم اكتر كلمات ام موجودة او تريند او الناس بتدور عليها فدي حاجة ما بتزود تمام اي ده بالسي او ده بنسبة تلاتة وتسعين في المئة نبدأ ان انت تستخدمه ممكن مثلا تقول له وانا عايز مقالة الجهزة دي لو حاجة انت كنت استخدمتها او كتبتها حاجة كده بس يزن تكون مسجل الدخول الموقع بدعم العربي والانجليزي الموقع عارب اصلا لكن هون برضو لو انت عايز تغير الواجهة وتخليها انجليزي تقدر ان انت تقلبها للانجليزي طيب ممكن تيجي تقول له بقى ايه انا عايز هنا مثلا عن الزكاية الصناعية فممكن يلهمك بمواضيع تتكلم فيها تعمل عليها فيديوهات ممكن يقول لك ايه اكتر حاجات تبدأ ان انت تتكلم فيها طبعا يا بريزبالي مش عايز اه مضوضع انا عايز حاجة فالزكال صناع للصور دي مسلا دي مهمة تمام ممكن اعمل سليكت كده فيبدأ يجيب لي الكلمات المفتاحية اللي مرتبطة بالموضوع دوت طيب ممكن تعمل سليكت بقى على انت عايزه تمام ممكن تكتب بيهم مقال لو انت عايز ممكن تقول له انا عايز احملهم كملف ملف وابدا ان انا استخدمهم ففيه طرق كتير عشان اقدر ان انا استفاد منهم ممكن تعمل تصفيها للكلمات تقول له انا عايز حاجة معينة مسلا للصور فبدأ يجيب لي الحاجات اللي فيها كلمة صور بس عندين هنا ادوات عساس تشوف الحساب بتاعك وتشوف ايه الحاجات اللي استخدمتها ممكن تعمل اه التركية لو انت عايز تعمل تمام دي الفاتير ده الحساب والمعلومات فالموقع جميل جدا انا اتمنى ايفيدكم ان شاء الله موسيقى